موسيقى سقط عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحوث الإيرانية اليوم بنيران أبطال الجيش الوطني في جبهات شمال غرب مارب وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن أبطال الجيش الوطني والمقاومة في جبهة وادي الجفرة بمديرية مجزر تمكنوا من تدمير طقمين ومدرعات لميليشيات إيران الحوثية خلال الساعات الماضية ومقتل وجرح من كانوا على متنها موسيقى أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الثلاثة استهداف معسكر تدريبي للميليشيات الإنقلابية بمارب وقال التحالف في بيان له إنه نفذ ضربة جوية استهدفت معسكرا تدريبيا جنوب ماهلية وقضت على أكثر من ستين عنصرا إرهابيا لافتا إلى أن الحوثيين يزجون بأبناء القبائل إلى المحرقة في مارب وكان تحالف دعم الشرعية أعلن فجر اليوم استهداف موقعا سريا لخبراء الحرس الثوري الإيراني داخل العاصمة صنعاء وقال التحالف إنه دمر موقعا لتجميع وتخزين الصواريخ الباليستية داخل العاصمة صنعاء كما دمر ورشا لتجميع الصواريخ الباليستية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء قال نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر إن هزيمة المشروع الإيراني تبدأ من توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات والتركيز على الهدف المشترك في مواجهة الميليشيات الحوثية وأوضح الفريق الأحمر خلال برقية تهنيات لرئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لعيد الجلاء الثلاثين من نوفمبر المجيد أوضح أن لتنفيذ اتفاق الرياضة همية عالية في توحيد الجهود لهزيمة الميليشيات الحوثية الإرهابية واستعادة الدولة ومؤسساتها وبناء اليمن الذي يتسع لجميع أبنائه وأشار نائب الرئيس إلى أن أبطال الجيش ورجال المقاومة والقبائل يذودون عن حمل يمن ويفتدون ترابه بأرواحهم الطاهرة مستلهمين الدروس من الماضي ومآثر الثوار الخالدين في حفظ استقلال وكرامة البلد وحماية المقتسبات الوطنية وقال نائب الرئيس إن النصر على ميليشيات إيران الحوثية بات قريبا وأعرب عن شكره لجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم الشرعية ومساندة معركة استعادة الدولة ودحر الميليشيات الحوثية وتأمين اليمن والمنطقة من شرور إيران جددت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العهد لأبناء شعب اليمن العظيم بأن تظل القوات المسلحة وفية للوطن والثورة والجمهورية والوحدة جاء ذلك في برقية تهنيات بعثها وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة إلى رئيس الجمهورية عبدالرب منصور هادي بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لجلاء الاستعمار البريطاني من جنوب اليمن في الثلاثين من نوفمبر سبعة وستين وأكدت الدفاع وهيئة الأركان بأنها لن تتدخر جهدا في مواجهة ميليشيات إيران الحوثية الكهنوتية حتى تحقيق النصر وتحرير آخر شبر من أرض الوطن الغالي واستعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية والاتجاه لبناء اليمن الاتحادي الجديد يمن الحرية والمواطنة المتساوية والعدالة والحكم الرشيد وقالت الدفاع والأركان إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن تأتي ذكرى الاستقلال الوطني المجيد والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل اليمنية يواصلون النضال والفدال سبع سنوات متتالية في ذات الدرب الذي اختطه الأبطال المناظلون في مسيرة الحركة الوطنية التحرورية دفاعا عن الجمهورية والوطن والشعب قال قائد محور بيحان قائد اللواء ستة وعشرين ميكا اللواء الركن مفرح بحيبح إن محافظة مارب أبعد من عين الشمس على المد الفارسي وميليشياته الحوثية وأكد اللواء بحيبح في تصريح لموقع سبتمبرنت أن الهلاكة هو المصير المحتوم للقطعان البشرية التي تزج بها ميليشيات الحوثية إلى الجبهات في جنوب مارب وأوضح اللواء بحيبح أن أبطال الجيش والمقاومة لا يدافعون عن محافظة مارب فحسب بل يدافعون عن الثورة والجمهورية وكرامة أبناء الشعب اليمني وقال اللواء بحيبح إن البطولات والتضحيات والمواقف الخالدة التي يسطرها الأبطال الميامين من منتسبي الجيش والمقاومة على امتداد خط المواجهة العسكرية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مارب لن تذهب سدن وسيجن الشعب ثمارها في القريب العاجل وأشاد اللواء بحيبح بدور التحالف العربي بقيادة المملكة قال إن الضربات الجوية لمقاتلات التحالف أسهمت بشكل كبير في استهداف آليات وعربات ميليشيات إيران الحوثية وتدمير تعزيزاتها في الجبهات الجنوبية لمحافظة مارب فجرت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران مدرسة النور للتعليم الأساسي الواقعة في منطقة الرون غرب مديرية حيس قبل تحرير المنطقة ودحر الميليشيات منها ويظهر فيديو مصور بقايا مبنى المدرسة وقد حولته الميليشيات الحوثية إلى ركام بعد أن قامت بنسفه بالعبوات الناسفة ويكشف هذا العمل الإرهابي حقد الميليشيات الحوثية على المنابر التعليمية التي تحرر التلاميذ من قيود الجهل التي تسعى الميليشيات لتكبيلهم بها وكانت القوات المشتركة قد أفشلت عملية إرهابية لميليشيات الحوثي لنسف مدرستها ببكر الصديق في حيس وتمكنت الفرق الهندسية من نزع وتفكيك عشرات الألغام والعبوات الناسفة زرعتها الميليشيات تحت بلاط الفصول الدراسية وفي مخزن الكتب وتحت السلالم وحول المدرسة وأسوارها أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مدرية الوادي والصحراء المساعد عبدالهادي التميمي تنفيذ حزمة من القرارات التي من شأنها مساعدة المواطنين وتحسين سبول العيش لهم في ظل مواجهة الغلاء الحالية في ظل موجة الغلاء الحالية التي فاقت قدرات السلطة الحكومية بالمحافظة وأشار التميمي في تصريح لقناة سهيل إلى أن هناك حزمة من القرارات التي ستتخذها السلطات المحلية بالمحافظة والوادي والصحراء وتسخير الموارد المتاحة لديها لخدمة المواطنين نحن في السلطة المحلية لن نقف مكتوف الأيدي سوف نستخدم كل الموارد التي تقع تحت يدنا لانتشال هذا الوضع الكارثي الحقيقة الذي وصل إليه الناس ولهذا نحن نطب من كل الفعاليات السياسية والاجتماعية وباتخاذ مواقف صريحة لمساندة السلطة المحلية التي اتخذت قرارات وجدت نفسها مضطرة لاتخاذها والحقيقة نحن قادمون على قرارات أخرى أكثر إيلاما طالما هناك لا توجد تدخلات لإنهاء هذا الوضع الكارثي بالذات الوضع الاقتصادي وكذلك لا بد أن نتكاتف جميعا في حماية حضرموت من أي اختراقات للعناصر المليشيات الحوثية تعديدا وما نطلبه هو توحد الجميع نحو هذه الخطرة الداهم علينا جميعا ومتمنين طبعا التوفيق ونحن في السلطة المحلية سوف نكون في مقدمة الصفوف في هذا الشان وخاصة في الجانب الأمني والخطر العسكري والأمني الذي يحدق بالبلاد بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم في العاصمة الإيطالية روما مع مدير عام منظمة الإغاثة والزراعة الفاو شو دونيو قضايا التعاون المشتركة بين بلادنا والمنظمة وأكد بن مبارك على أهمية تنفيذ مشاريع تنموية زراعية ذات أثر بعيد المدى إلى جانب مشاريع الإغاثة الإنسانية موضحا أن 60% من الشعب اليمني يعتمد على القطاع الزراعي مؤكدا على أهمية دعم المؤسسات الوطنية من خلال بناء القدرات وبرامج التدريب والتأهيل وأشار وزير الخارجية إلى أهمية تحويل المساعدات الإنسانية عبر البنك المركزي مما سيساهم في تحسين سعر الصرف وسينعكس إجابا على الوضع الإنساني كما ناقش الجانبان آلية المحور الثلاثي القائم على العمل الإنساني والتنمية والسلام والذي سيساهم في تحسين العمل الإنساني وتجاوز العراق التي توجهه فيما كدى مدير عام الفاو على توجه المنظمة لتقديم الدعم التنموي لليمن مشيرا إلى ما تملكه اليمن من إمكانيات زراعية كاملة وطاقات بشرية يمكن أن تساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي في اليمن والمنطقة أعلن برنامج الغذاء العالمي ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن لأكثر من تسعين في المئة منذ مطلع العام الجاري وأوضح البرنامج الأممي في تغريدة على تويتر أن أسعار المواد الغذائية في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة ارتفعت بأكثر من تسعين في المئة خلال العام وحده ويشهد الريال اليمني تراجعا قياسيا مستمرا حيث وصل الدولار الأمريكي إلى عتبة الألف وستمائة ريال في المناطق المحررة ولم تفلح المعالجات الحكومية في معالجات الأزمة حتى اللحظة كرم محافظ محافظة شبوى محمد صالح بن عديو أوائل طلاب الثانوية العامة على مستوى المحافظة البالغ عددهم أربعة وثلاثين طالبا وطالبة وفي الحفل التكريمية عرب المحافظ بن عديو عن فخره بالطلاب الأوائل وبالنماذج المشرفة التي استطاعت التفوق والتميز وتحقيق مراكز متقدمة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وحث المحافظ بن عديو خريجية الثانوية على الاتحاق بجامعة الشبوة التي فتحت أبوابها لاستيعاب مخرجات التعليم الثانوي كما وجه باعتماد حافز شهري ابتداء من هذا العام لكل من التحق بالدراسة في كلية التربية بجامعة شبوة في التخصصات العلمية نحن في السلطة المحلية في محافظة شبوة وبرغم كل المعوقات والصعاب التي أنتجتها الحرف وبرغم شحة الموارد إلا أننا نحاول بقدر الإمكان وبالقدر المتاح من الإمكانات جعل التعليم في قائمة أولوياتنا لإدراكنا أن الجزء الأكبر من مشاكلنا في هذه المحافظة سببه الجهل الذي تسبب في الكثير من المآسي لم افتتح محافظ محافظة المهرة مشروع إعادة سفلتة وتأخيل المقاطع المتضررة جراء إعصار لبان الواقع على الخط الدولي الغيظة شحن ويشمل المشروع جسوراً أرضية مع الحمايات وأعمالاً اسفلتية من بداية وادي تنهالن مروراً بعدد من الأودية وبعض الإصلاحات في عقبة تنهالن إلى مديرية حاتة حاز الباحث أسامى غالب المسوري على درجة الماجستير بامتياز من كلية الدراسات العليا في جامعة القرآن الكريم والعلوم الإنسانية بجمهورية السودان وتمحورت رسالة الباحث حول الهدايات القرآنية المستنبطة من القصص الواردة في سورة الكهف وحازت الرسالة على إشهادة كبيرة من قبل اللجنة المناقشة والتحكيم التي ترأسها الدكتور مبارك إبراهيم التجاني باعتبارها الرسالة الأولى في الكلية التي تطرقت إلى هذا الموضوع وقد أوصت اللجنة في ختام المناقشة بطباعة رسالة الباحث